دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التمسل له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومعلمنا محمد رسول الله نشهد يا رسول الله أنك أرسلت داعية إلى الرحمن فدعوت فاهتزت لك الثقلان أخرجت قومك من ضلالات الهواء وهديتنا إلى الواحد الديان أما بعد فمرحبا بالسادة المشاهدين في برنامجكم هذا ديننا واليوم بعون من الله وتوفيق ومدد سنتحدث عن بر الوالدين من أراد الدنيا فعليه ببر الوالدين من أراد السعادة فعليه ببر الوالدين من أراد المال فعليه ببر الوالدين من أراد الصحة والعافية فعليه ببر الوالدين من أراد الجنة فعليه ببر الوالدين من أراد رضا الرحمن فعليه ببر الوالدين من أراد جوار النبي في الجنة فعليه ببر الوالدين أيها المشاهد الكريم عن عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل يا رسول الله قال النبي الصلاة على وقتها قال ثم أي قال بر الوالدين قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله يا الله بر الوالدين تقدم على الجهاد في سبيل الله بر الوالدين تقدم على أن يسمع الرجل يا خيل الله اركبي وإلى الجنة أبشري إلى الجهاد حتى مع رسول الله إي وربي حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخضري قال جاء رجل من اليمن جاء إلى مدينة النبي قطع الوهاد والجبال والأودية والسهول والنجاد حتى وصل إلى رسول الله فقال يا رسول الله جئتك أريد الجهاد معك فقال له النبي هجرت الشركة ولكنه الجهاد أين تركت أبويك قال في اليمن يا رسول الله فقال الحبيب النبي هل أذنى لك أي هل أعطاك أبوك وأمك الإزن في الجهاد معي قال لا يا رسول الله قال ارجع إليهما فإن أذنى لك وإلا فبرهما صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أيها المشاهد الكريم هل صليت على رسول الله محمد صلى الله عليك وسلم يا رسول الله عندما يأتيه رجل آخر فيما يروي عبد الله بن عمر قال جاء رجل إلى رسول الله فقال يا رسول الله جئتك أريد الهجرة معك ولقد تركت أبوي يبكيان يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما يا الله كم مرة أبكيت أباك كم مرة أبكيت أمك ولأي سبب لسبب دنيوي تافه أنت لا تذاكر أنت لا تشتهد أنت لا تقوم بعمل الواجب الذي عليك أتعبت أباك وأجهدت أمك وأجهشت أمك في البكاء ولا حول ولا قوة إلا بالله رسول الله يأمر جندي من جنوده أن يرجع ليضحك أباه وأمه لأنه تركهما يبكيان لأنه خرج للجهاد مع رسول الله وللهجرة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يا من تشتكي كثرة الذنوب يا من تشتكي عظائم الكبائر جاء رجل إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يروي أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني ارتكبت ذنبا عظيما تخيل كلمة عظيما ربما يكون هذا الذنب من الكبائر فقال له رسول الله أحية أمك قال لا يا رسول الله ماتت فقال أحية خالتك قال نعم يا رسول الله قال فبرها وكأن بر الأم يغفر الكبائر وكأن بر الأم يغفر الذنوب وكأن بر الأم يذهب بالسيئات يا أخي الحبيب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يرشدنا ويعلمنا ويرسم لنا الطريق إلى الجنة إيه وربي يرسم لنا الطريق إلى الجنة ها هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول رضى الله في رضى الوالدين وصخط الله في صخط الوالدين يا من أرضيت أباك وأمك رضي الله عنك يا من أسخط أباك وأمك سخط الله عليك طيب معنا اتصال أم محمد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم وفضلت الشيخ عليكم السلام ورحمة الله طلع من الإعداد وبمسك المصحف بس يعني بتحذف الحروب بس يعني ما بفصله مش جوز كده حرام ولا حلال يصف السيخ يعني أنت بتقرأي والقراءة كده يعني مش عارفة تقرأيها تماما طيب حاضر أجيبك يا أم محمد وبالله عليك يا فضلة تتعي لأولادك بالله عليك ابن الجسة لبس العسكرية بقاله 12 يوم ومعرفش عنه حزا بالله عليك تتعينا حاضر يا أم محمد حاضر أي سؤال تاني شكرا يا أم محمد أم محمد سبحان الله تقول أنها تقرأ القرآن ولا تجيد القراءة جيدا أبشري الماهر بالقرآن الذي يقرأ القرآن بمهارة بأحكام وبإتقان مع السفر الكرام البررة مع الملائكة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه فله أجران أجر القراءة وأجر التعتع وأسأل الله في علاه أن يبارك في أولادك وأن يحفظ الأولاد وأن يحفظ شبابنا وأولادنا ونساءنا وبناتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يرشدنا أن بر الوالدي ينجيك من الكرب يا من ألم بك الدين يا من أزعجك الهم يا من نزل عليك الغم أتريك تفريج كل هذا عليك ببر الوالدين لما؟ عن ابن عمر قال قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم انطلق ثلاثة نفر فنزل عليهم المطر فآواهم المبيت إلى غار وانحضرت صخرة فسدت باب الغار يا الله وكأنها كانت سدا منيعا وحصنا حصينا بينهم وبين العودة إلى الحياة مرة أخرى فقال أحدهم فلندعو الله بصالح أعمالنا فقال أحد منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما لا أنا ولا زوجتي ولا أولادي الغبق هذا أي شرب اللبن الحليب وكنت أذهب فآتي باللبن وأجمع الحطب فتأخرت يوما في جمع الحطب وعدت إلى البيت فوجدت والدي نائمين فوقفت بالإناء فيه اللبن وأولادي يتضاغون تحت قدمي يبكون من شدة الجوع ومن شدة العطش يريدون اللبن وأنا أقول لا حتى يشرب أبي وأمي اللهم إن كنت قمت بهذا العمل ابتغاء وجهك الكريم ففرج عن ما نحن فيه فانفرجت الصخرة قليلا إلا أنهم لا يستطيعون الخروج تخيل بر الوالدين كان سببا في هذه في هذه أو في تفريج هذه الكربة وفي هذه النجاة التي أرسل الله بسبب هذا العمل الصالح الحياة للثلاثة مرة أخرى بقدرة من يقول للشيء كن فيكون الحبيب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما جاءه شاب فقال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن أبي يريد أن يشتاح مالي إن أبي يريد أن يشتاح مالي يأخذ الغنمات ويأخذ الشياة ويأخذ الأبقار ولا يبقي لي شيئا فقال له رسول الله أنت ومالك لأبيك أنت ومالك لأبيك يا من يشتكي العذر يا من يشتكي ضيق الرزق عليك ببر الوالدين لما أخي طيب معانا التصال السلام عليكم أم مصطفى طيب حول مرة أخرى أم مصطفى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال للشاب أنت ومالك لأبيك فها هو شاب من شبابنا ومن بلدنا من مصر هذا الشاب أيها المشاهد الكريم أخذ مكافأة نهاية الخدمة وكان يعمل في شركة خاصة وسبحان الملك كان المبلغ حوالي مئتين وخمسين ألفا من الجنيهات المصرية وعاد إلى البيت فقال لأبيه ولأمه لقد انتهت خدمتي في هذه الشركة فماذا أصنع وقد أعطوني هذا المبلغ فقال أبوه والله يا ولدي أنا وأمك نريد أن نذهب إلى رحلة الحج هذا العام والله ما تلك وما تأخر إنما ذهب وقدم لأبيه وأمه وجاءتهم التأشيرة يا سبحان الله وسافر الوالد وسافرت الوالدة يقول والله لم يبقى في البيت جنيها واحدا إلا أنه وجد التصال بعد أسبوع من صفر أبيه وأمه من الشركة التي كان يعمل فيها تعالى لك باقي مستحقات فلما ذهب وجد أن الباقي من المستحقات من المستحقات مئتين وخمسين ألفا وإذا به قد قدم أوراقه في شركة أخرى فجاء العمل في نفس الأسبوع أنت تتاجر مع الله من الرزاق الذي قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا بالله عليك يا من تعلي صوتك على أبيك وعلى أمك يا من تغضب أباك وأمك يا من إذا تكلم الأب قلت له أنت لست ماهرا بهذا الفن لما تتكلم أنت مش فاهم في الموضوع لما تتدخل في فيما لا تفهمه أقول لك اتق الله وتعلم من هذا الرجل الثري الغني كان عنده أموال طائلة طيب نغضو أم محمد اتصالة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم وفضلك الشيخ وعليكم السلام يا أم محمد كل عام أنت بخير وحضرتكم جميعا بخير إن شاء الله وحضرتك بالصحة والسلامة أستاذ المشاهدين لو سمحت فضلك الشيخ أنا فاللي طلب عند حضرتك والله فضالي أنا عزاك تدغيلي دائماً نهد الوقت لسه ولا عزاك تدغيلي دائماً كل ما تفتكر اتصالي دائماً لأن أنا عندي بعاني من أموم كثيرة لا يعلمها إلا الله ادغيلي ربنا ينصرني أنا وعيالي كده الله يبرك لك يا فضلك الشيخ ربنا يحفظك أنت وأولادك والمسلمين أجمعين يا رب العالمين لا الله يبرك لك يا فضلك الشيخ دائماً افتكرني بالدعاء الله يبرك لك إن شاء الله حاضر وسأرشدك إن شاء الله إلى هدية من رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يحفظك شكر ألف شكراً فضالي ربنا يستورك يا بنتي ربنا يستورك الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يرسل بهدية لكل رجل ولكل امرأة أصابه الهم والغم والكرب والحزن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أبي أمامة وهو في المسجد في غير وقت الصلاة فيقول ما الذي أجلسك يا أبا أمامة فيقول هموم وغموم وديون ألمت بي يا رسول الله فيقول فقل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخر وأعوذ بك من غالبة الدين وقهر الرجال قوليها الآن يوم محمد وأنت أيها المشاهد الكريم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخر وأعوذ بك من غالبة الدين وقهر الرجال فيقول أبو أمامة فما زلت أكرر دعاء رسول الله في الصباح وفي المساء حتى أذهب الله همي وغمي وسدديني هي وصية النبي المصطفى صلى الله عليك وسلم يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى بر الوالدين وها هو رجل ثري غني كان إذا أراد أن يذهب إلى السوق ليقوم بشراء بعض المشتريات كان يأخذ أباه معه وقبل أن يخرج من البيت يعطي أباه مبلغا كبيرا من المال ثم إذا ذهب إلى المحل أو إلى المكان الذي يشتري فيه بعض المشتريات يقول يا أبي سامحني لقد نسيت النقود هل لا حسبت لي فيقوم الأب ويقول لبيك يا ولدي لبيك وسعديك يا بني المال مال الولد ومع ذلك أراد أن يرفع من شأن أبيه بين الناس المال مال هذا الثري الغني إلا أنه يعلم من رسول الله أمت ومالك لأبيك فيقوم الأب ويحاسب أمام الناس ويذهب مع الإب فما إن يصل إلى السيارة حتى يكرر الولد المبلغ ويعطيه لأبيه ويقول أنت تاج رأسي يا أبي أنت نور عيني يا أبي يا أخي الحبيب والله الذي لا إله غيره ولا معبود سواه لن تلج باب الجنة حتى يرضى عنك أبوك وحتى ترضى عنك أمك عن أبي الضرداء رضي الله عنه قال جاءني رجل فقال يا أبي الضرداء يا صحابي رسول الله إن لمرأة إن لي امرأة يعني زوجة وإن أمي تريد مني أن أطلقها فقال له لقد سمعت رسول الله يقول هل صليت عليه صلى الله عليك وسلم يا رسول الله الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه فإن شئت فأضع ذلك الباب يعني ضيعت هذا الباب بعقوقك لأبيك ولأمك وإن شئت فاحفظ هذا الباب وعلم تمام العلم أن القاضي إياس أبا واثلة عندما ماتت أمه بكى بكاء شديدا حتى اجتمع عليه الناس واجتمع عليه تلاميذه وقال له ما يبكيك يا أبا واسلة قال كان لي بابان من أبواب الجنة مفتوحان أغلق أحدهما الآن ماذا تنتظر يا من هجرت أباك ماذا تنتظر يا من هجرت أمك ماذا تنتظر يا من تركت الخير وتركت باب الجنة ولم تطرق عليه بيدك أتنتظر حتى يموت الأب أتنتظر حتى تموت الأم ولا حول ولا قوة إلا بالله أتفعل مثل ما فعل هذا العاق لأمه ترك أمه على شاطئ بحر فيقول أحد الرواه لهذه القصة كنت أنا وأسرتي فرأيت هذه الأم العجوز العجوز الثكلة في حر الظهيرة في حر الظهيرة فإذا أدنوا منها وأقول يا أم ألا تحتاجين إلى طعام قالت لا ألا تحتاجين إلى شراب قالت لا قال فضللت أنا وأسرتي حتى جاء المساء أصبحت الساعة الثانية عشر ليلا مساء فدنوت منها وقلت يا أم من تنتظرين؟ قالت أنتظر ولدي أنتظر فلزة الكبد وثمرة الفؤاد ونور العين قال هل ترك معك رقم الهاتف حتى أرن عليه؟ قالت لا إنما ترك معي هذه الورقة قال فأخذت الورقة وقرأت ما فيها فإذا فيها على من يجد هذه المرأة أن يذهب بها إلى دار المسنين فلا عائل لها يا الله كيف تقابل ربك كيف تقابل ربك وأنت عاق لأبيك ولأمك كيف تقابل ربك وقد أسأت العلاقة بينك وبين أبيك وأمك بين الشيخين الكبيرين بين من كان ينحت في الصخر ويركب الجو والبح من أجل أن يطعمك وبين الأم التي كانت لا تنعم بنوم ولا تهنأ براحة حتى تراك مستريح البال وحتى تراك وأنت أمامها بخير وبصحة وسلامة وعافية طيب معنا المعرفة السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله إزيك يا فضلك الشيخ ربنا يسترك يا أم عرفة ربنا يفتح عليك يا رب ربنا يسترك أنا ليها عندك طلبية تحت أمرك أم متوفية من جريه رحمة الله عليها وأنا يعني أم متوفية من جريه تمام وأنا يعني مش عارفة أنتها قال وبعد ذلك أبي عايي تمام انت ساكنة بجوار بيت أبوكي وأمك أنا جريبة منه جريبة منه تمام وأنا كمان أخويا متاخد في المظاهرات متاخد ومعرفش أن والده تتوسف تمام وهل الصدكة لو أنا صدكت عليه أنا زورته يعني من ملياني الخاص وصدكت عليه أنا جزي متوفية ولو أنا صدكت عليه أو الصدكة اللي أنا طلح أروح أزوره بيها أبعث له الزيارة بيها هل الصدكة دي في جريبة حاضر 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 الله يبارك لك يا شاير أي سؤال تاني ومعرفة سؤال ثالث سؤال ثالث فضالي بس أنا عايزك تتبني في الموضوع ده فضالي أنا يوم رمضتشها الرمضان أنا صلت الظهر ونمت نبت ما بين الظهر وما بين العاص يعني بعد ما صلت الظهر نمت جاب للعاص بين الظهر ومن العاص شفت رؤية مش عارفها رؤية ولا إيه شفت السماء دي اتفتحت وشفت نور منها أبيض خالص ومرسوم عليها قرآن من صرحتي أنا مش عارف أول حاجة الظهرات الظهرات جامدة وانا انتزمت وصفة وما الظهرات الخالص طيب حاضر أجيبك فأنا عايزك تتبني في الثلاث إلى ذلك يا صديمك الشيخ حاضر حاضر أجيبك إن شاء الله بداية توفيت الأم وكانت تحبها حبا شديدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدع له فأنت إن شاء الله بصدقتك على أخيك فهذه الصلة لأمك في القبر والنبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي أسيد الساعدي يقول جاء رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي علي من بر والدي شيء أبرهما به بعد موتهما قال نعم الصلاة عليهما يعني الدعاء لهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإنفاذ عهدهما من بعد موتهما وصلة صديقهما أو كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وابن ماجه والترمزي طيب رأت رؤية بعد صلاة الظهر يعني أنها رأت السماء وقد فتحت وأنه قد خرج منها نور وفيها يد قرآنية هذا يدعوك أن تنسي الحزن لما من أصابه مصاب جلل فليتذكر مصابه برسول الله صلى الله عليه وسلم ليست هناك مصيبة أعظم من فقد النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الخبر للصحابة منهم من شلت أركانه منهم من خرس لسانه منهم من سقط مغشيا عليه حتى أمسك الفاروق عمر بسيفه وقال من قال بأن محمدا قد مات أترت عنقا إنما ذهب لمناجاة ربي حتى قال أبو بكر الصديق على رسلك يا عمر على رسلك يا فاروق الأمة من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل من قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين فأكثر من الصلاة على النبي وأكثر من الاستغفار وكفاك حزن يا أم عرفة الحبيب المسلم طيب معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ أنا ماما بتصلي وهي قاعدة أغلط ولا مجوالة بتصلي وهي قاعدة أه طب هي كبيرة في السن يعني لا تستطيع الوقوف سبع وخمسين أقصب يعني هل هي عندها خشونة عندها مشاكل أعمل عمليك دارة يا شيخ السلام علي السلام عليكم السلام عليكم حاض حاض يعني أممي بتصلي وهي جالسة وهي قد قامت بإجراء عملية جراحية أسأل الله أن يلبسها تاج الصحة والعافية هي ومرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن يصلي وهو قائم فليصلي ومن لم يستطع فليصلي وهو جالس ومن لم يستطع فعلى جنبه الأيمن حتى وصل العلماء أنه إن لم يستطع فليصلي وهو على ظهره وقد استقبل القبلة ووصل العلماء والفقهاء من المذاهب الأربعة من لم يستطع فليصلي برموش عينيه ولكن من الواجب عليك يا أممي أن تكبر تكبيرة الإحرام وأن تواقفه إن استطعت ذلك إن استطعت ذلك إن الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه هكذا علمنا من النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين باب من أبواب الجنة بر الوالدين فيه رضى الرحمن بر الوالدين فيه رضى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ها هو رجل في عهد الملك عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية رحمه الله هذا الرجل سافر هو وابنه وكان ابنه مع الإبل وكانت القافلة تنتقل من الرياض إلى مكة سيرا على الأقدام فإذا به يترك أباه مع القافلة وكان هو مع الإبل ومشى حوالي خمسة كيلو مترات ثم سأل عن أبي أين أبي؟ قالوا أوليس معك؟ قالوا والله ليس معي؟ قالوا أوليس معكم؟ قالوا ليس معنا إذن تركناه عندما كنا في استراحة في المكان الفلاني فعاد يسعى ويجري على رجليه في حر الظهير وفي حر الشمس وفي حر الصحراء المحرقة حتى وصل إلى أبيه وقد جلس في ظل صخرة فبكى وقبل قدميه وقبل يديه وقبل رأسه وقال عذرا يا أبي سامحني يا أبي غفلت عنك يا أبي قال لا عليك يا ولدي لا عليك يا ولدي أنا بخير والله أنا في صحة وعافية يا ولدي لا ترهق نفسك ولا تجهش بالبكاء يا ولدي قال والله لا أرضى حتى أحملك على عنق يا أبي وحد الله صل على من علمكم صلى الله عليه وسلم فحمل أباه على عنقه فإذا بأبيه يبكي ويسيل الدمع من عينيه حتى سقط على خد ابنه وهو يحمله قال لما تبكي يا أبي أغضبتك قال لا والله ولكن في هذا المكان منذ كذا من السنين والأعوام حملت أبي في هذا المكان يا الله بر آباءكم تبركم أبناءكم كأس والله من بر أباه بره أولاده ومن عق أباه عقه أولاده يا أخي الحبيب تعلم وسر على نهج النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا تكن كهذا الذي كان عنده أربعة من الأولاد رجال أطعمهم وأصبحوا شبابا ثم أصبحوا رجال أعمال وإذا به كبر سنه وحده دب ظهره وبيض شعره وسقط حاجباه وزارته الأسقام فأخذ الواحد تلو الآخر يقول خذ أباك والآخر يقول خذه أنت حتى ذهب إلى الأكبر واستقر عنده فحملت زوجته وقالت يا زوجي أبوك أنا أتأفف منه ولا أريد أن أنظر إليه وأنا في شهور الحمل الأولى يا الله الذي حمل هذه القصور وهذه الأموال هو أبوه الذي جاء بها بإذن الله هو أبوه الذي نحت في الصخر هو أبوه الذي أسهر ليلة وأضمأ نهاره هو أبوه السبب في الخير الذي فيه الولد هو هذا الأب الذي أصبح كهلا شيخا كبيرا هرما فقال لها أمري قالت أخرج به إلى غرفة السائق يا الله ألي هذا الحد قال لبيك وصل إلى أبيه وقال يا أبي أنت تشتكي هشاشة عظام فهل لنتقلت إلى غرفة السائق فإنها مشمسة قال يا ولدي لك ما تريد وكأنه فهم مراد هذا الولد وأنه ليس بكلامه إنما هو كلام الزوجة ولا حول ولا قوة إلا بالله فأذهب أباه وأجلسه في غرفة السائق كان ينظر إليه في صباحه وفي مسائه ثم أهمله أصبح لا ينظر إلى طعامه ولا إلى شرابه وكان لا يذهب إليه حتى يسمح كلمة آه من شدة المرض يا الله وفي يوم من الأيام انقطع الصوت فذهب هذا الإبن العاق إلى غرفة أبيه فوجد أنه قد فارق الحياة ولكل أمة أجل فإذا جاجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فذهب إلى أبيه وغسله وكفنه وأخذ عزاه ثم ذهب ومعه ولده الأصغر في سن العاشرة من عمره إلى غرفة أبيه إلى غرفة السائق وأخذ معه كيس من البلاستيك ووضع فيه هذه الملابس التي اتسخت وهذا الطعام الذي فسد وهذا الدواء الذي أنتن حتى جاء إلى طبق ووضعه في هذا الكيس فذهب هذا الولد الصغير في سن العاشرة من عمره إلى هذا الكيس وأخذ هذا الطبق ووضعه تحت إبطه فقال له أبوه مات جدك فلما تحتفظ به قال كنت تطعم جدي فيه عندما كبر وسأطعمك فيه يا أبي عندما تكبر لا حول ولا قوة إلا بالله إياك أم تكون مثل هذا معنا اتصال سلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضل يا حبيبي السلام ورحمة الله وبركاته رضي حضرك أنا حلمت يعني مريد إن أنا بقح ونين بقح بطلع مصمير من بق إيه كذا مر رجعك عزعة مش عزعة وجع عزرك عمصمير بيرجع مصمر مصمر مصمير زغارة جدا مش عارف يا حضرتك لذلك لبرتين شغال إيه يا أستاذنا أنا شغال سواء شغال إيه سواء سواء تمام تمام عن جاوبك إن شاء الله يا حبيبي يعني سبحان الله بيقولك بشوف مصمير بتطلع مجي يعني انظر في طعامك وانظر في المال الذي تكتسبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما وأبدا يوص الصحابة بهذا كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به وأسأل الله أن تكون من أهل الجنة وأسأل الله أن يرزقك طيب المطعم وأن يرزقك طيب المشرب لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أمسى كان من عمل يده بات مغفورا له وأنت سواكت النهار فتعمل وتتعب فأقول لك إن كانت هناك يعني معصية بينك وبين الله فحاول وسرع بالتوبة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ربما تكون من شراب السجائر فهذه رسالة إليك أن تترك هذه المعصية وتتوب وترجع إلى ربك وأسأل الله أن يتوب علي وعليك وعلى السامعين وعلى المشاهدين الكرام إنه ولي ذلك والقادر عليه بر الوالدين من صره أن يبسط له في رزقه من أراد المال وينسأ له في أثره يُعطى الصحة والعافية ويُعطى السير الحسن بعد موته ويُطال له في عمره ماذا يصنع؟ فليصر رحمه هذه رسالة من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم انظر إلى أبي هر انظر إلى عبد الرحمن بن صخر الدوسي أبو هريرة كان ينادي على أمه قبل أن يدخل وهو يقف على الباب فيقول السلام عليك يا أم ورحمة الله وبركاته أسأل الله أن يرحمك كما ربيتني صغيرا فتجيبه وتقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا بني أسأل الله أن يرحمك أن يرحمك كما بررتني كبيرا يا الله فيا أخي الحبيب كن بارا بأبيك كن بارا بأمك واعلم تمام العلم أنه كما تدين تدان كما تدين تدان هكذا علمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هناك رجل بإحدى دول الخليج كان يجلس في يوم من الأيام بين زملائه وأصحابه وأقرانه فإذا بولد صغير السن يحبو من أولاده للسماء لا يستطيع المشي فجاء إلى ساق أبيه وإلى قدم أبيه وقد مدها في المجلس فقبلها فقال أحد الجالسين يا هذا لما تصنع هذا ولما علمت أولادك هذا ولما لم تسحب رجلك من أمام فم هذا الطفل الرضيع لا حول ولا قوة إلا بالله قال أصمت والله الذي لا إله غيره ولا معبود سواه كانت أمي إذا نامت كنت لا أوقذها بصوتي حتى لا تقم من نومها فزعة إنما كنت آتي وأحبو على قدمي ثم أقبل قدمها فتقوم على ريقي وعلى لساني هكذا قدم لنفسك أخي الحبيب قدم لنفسك في دنياك ألا تريد الجنة ألا تريد جوار النبي في الجنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما تروي أمنا عائشة تقول سمع رسول الله قراءة في الجنة بصوت الحارثة حارثة بن النعمان بصوت حارثة بن النعمان فقال النبي حارثة بن النعمان قال نعم هو قال كذاك البر يفعل بأهله كان من أبر الناس بأمه كان من أبر الناس بأمه كيف هذا؟ كانت امرأة كفيفة عجوز كبيرة السن كان يزيح عنها الأزى ويغسل لها الثياب ويجهز لها الطعام والشراب ويكنس لها البيت ما أغضبها يوما كان يحملها كأنه البعير المزلل لها يا أخي الحبيب كن كهذا أيها المشاهد الكريم كن كهذا الذي رآه ابن عمر وهو يطوف بأمه ويسعى بين الصفى والمروى ويطوف بالبيت ويمشي في مناسك الحج فلما رآه ابن عمر تعجب فأقبل عليه بعدما وضع أمه بتؤده وطمأنينه وقال يا ابن عمر أتيت بها من بلاد اليمن أحملها على عنقي وأجهز لها الطعام والشراب وأغسل لها الثياب وأزيح عنها الأذى أتراني يا ابن عمر يا ابن عمر قد وفيت لها حقها قال ولا بطلقه من طلقات الولادة أنت تفعل مع هذا وتصنع معها هذا وأنت تتمنى موتها وكانت تفعل معك أكثر من هذا وتتمنى لك الحياة يا الله بالله عليك عندما تدخل على أولادك الصغار بالطعام والشراب بل بالكساء والثياب وبما يحتاج إليه الأولاد من الثياب هل تذكرت أباك هل تذكرت أمك طيب معنا اتصال أستاذ محمد السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام إزاي حضرتك ربنا يستورك يا أستاذ محمد طيب سيب رقمك في الكنترول إن شاء الله ولو في حد من أهل الخير إن شاء الله الكنترول يوصلك بهم إن شاء الله يا سبحان الله البر أخي الحبيب طريقك إلى الجنة البر طريقك إلى السعادة اعلم تمام العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا كان يحس الصحابة ويطلب من صحابة رسول الله رضوان الله عليهم أجمعين أن يبروا أباءهم وأن يكونوا عند أقدامهم وأن يسمعوا لكلامهم وهذا الرجل الذي جاءه أحد الديان في يوم من الأيام وقال له يا فلان سدد ما عليك من الدين وكان ابنه يجلس بجواره فقال يا عم أحسن مع أبي الحديث قال لا تتحدث أنت وإذا كنت رجل فسدد ما على أبيك من الدين قال كم على أبي قال عليه تسعون ألفا قال سأتيك بجزء من المبلغ فقال له أبوه هذا المبلغ وهذا المال الذي تريد أن تأتي به يا ولدي هو مهرك وهو مهر لزواجك قال لا عليك يا أبي ثم دخل إلى خزانته الخاصة وأحضر ثلاثين ألفا وقال هذا قصة أول ولا تسأل أبي واسألني أنا يا عمي فانصرف الرجل فبكى هذا الوالد قال لا تبكي يا أبي والله لو كانت الدنيا بين يدي لا أعطيتها للرجل ولا أرى دمعة واحدة تزرف من عينيك فإذا به يرفع يديه إلى السماء ويقول يا رب وسع على ولدي في الدنيا والآخرة وفي اليوم التالي يذهب إلى عمله ويأتيه أحد أصدقائه انظر الرزق يأتيه من الله قال له لم أرك منذ ذمن بعيد قال والله أتيتك خصيصا اليوم معي رجل أعمال ويريد أحد الذين يفهمون في التجارة وفي إدارة الأعمال أن يدير له مصنعين قال ولا أرى أمينا إلا أنت فذهب معه فقال له تعمل منذ متى؟ قال منذ كذا من السنين قال له كم تتقاضى؟ قال ثلاثة آلاف غير الحوافز قال ألا يكفيك ثلاثين ألفا؟ قال يكفيني والله قال وثلاثين ألفا أخرى بدل تحسين وضع اجتماعي قال يكفيني والله ثم بكى قال ما يبكيت قال حدث كذا وكذا مع أبي بالأمس ورفع يديه إلى السماء وقال اللهم وسع على ولدي في الدنيا والآخرة قال وعلينا سداد دين أبيك اللهم ارحم ضعفنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا اللهم عنا على الصيام والقيام اللهم عنا على صالح الأعمال اللهم عنا على حسن تلاوة القرآن اللهم تقبل منا الصيام يا رب العالمين اللهم ارحمنا إذا خرس اللسان اللهم ارحمنا إذا شلت الأركان اللهم ارحمنا إذا صمت الآذان اللهم ارحمنا إذا حملنا على الأعناق اللهم ارحمنا إذا ساوان التراب اللهم ارحمنا إذا انكشف عنا الأهل والأحباب اللهم شفع فينا الحبيب محمد دمتم في أمان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله موسيقى دين التبزم والحوار بلا جدال فيه التوسط في الأمور والاعتدال ديننا